جو تيتشر تعليم بلا قيود بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طلاب العزاء جيل 2006 السلام عليكم نحن بعد ما خلصنا خلصنا الاشتقاق كامل وخلصنا التنسز اللي مطلوب معنا في مرحلة التأسيس وبفترض منك إنك دارسهم منيح ومسيطر عليهم وبفترض منك إنك حليت امتحانين امتحان على الاشتقاق لحاله وامتحان على الاشتقاق وعى التنسز أنا هيك بفترض طبعا الامتحانات هاي يعني راح نبعت بيها على الجروبات أو يعني إذا بدك تريح راسك مثلا موجودات على ملفات الأستاذ اللي في المنصة نفسها تمام لكن جميع الأحوال مبعوثات على الجروبات تمام يريت إنك تحلهم وتشوف عندك مشاكل وتواصلوا معي وأي مشكلة عندك إشي بتسألني على الجروبات وإن شاء الله راح أجاوب كل أسألتكم تمام بعد ما خلصنا هذا الحكي بننتقل الآن للوحدة الأولى طبعا احنا بالفصل الأول في عندنا أربع وحدات هذا الحكي بديك تعرفوا عندنا أربع وحدات بالفصل الأول وكذلك بالفصل الثاني أنا في عندي أربع وحدات تمام بداية نفس الحكي اللي حكيته بأول حصة بديك تعرف بالشغلة المادة سهلة جدا سهلة إياك إنك تخاف منها المادة سهلة وتحت السيطرة والأسئلة اللي بتجيك تكون أشياء معروفة وإنت دارسها لكن السيء في المادة السيء بصراحة إنها مادة شوي زخمة طويلة شوي وبالتالي إذا بتأجل إذا بتصير عندك يعني هاي مرحلة التأجيل آه بتصير المادة طويلة عليك بصير عندك مشاكل أنا ما بتشيك تأجل على الإطلاق نصيحتي إلك أدرس كل حصة بحصتها نصيحة وبنهاية الأسبوع أدرس كل الحصة اللي أخدتهم بالأسبوع تمام؟ أنا هذا الإشي اللي أنت بديك تعمله عشان أنت تصل لمرحلة أنك أنت مسيطر على المادة صح وبدأ تصير الإنجليز اللي عندك الصغيرة وهاي سهلة إنها تصير للأمانة تمام؟ طب بداية بالوحدة الأولى اللي عنوانها يونت ون عنوانها Information Technology عنوان الوحدة اللي هو Information Technology منطقياً كونوا عنوانها Information Technology تكنولوجيا المعلومات وبالتالي كونوا عنوانها هيك معلقة الوضع الطبيعي يعني كل الكلمات والقطع اللي إلها علاقة اللي موجودة بالقطع تكون تحكي عن استخدام التكنولوجيا الوضع الطبيعي هيك بدي يكون صح؟ طب قبل ما نبلش بدي أحكي لك أنا كيف الترتيب اللي أنا بشتغله لما إحنا نشتغل على الوحدة كل وحدة يعني لحالها كيف بشتغل أنا الوحدة؟ بداية أنا بداية بداية كل وحدة بكون حاطر لك كل الكيوردز هذول اللي هم الكيوردز المطلوبات منك بالوحدة كاملة يعني في ناس مثلاً بيتبعوا منهجية إنه يجزئهم يعني مثلاً كل فقرة يعطيك كلماتها كل فقرة كلماتها صلاح أنا بحب هذا الاسلوب طبعاً كل واحد حر بطريقته بس أنا بحب هذا الاسلوب أنا بحب خلص كلمات الوحدة كلها أعطيك إيهم مرة واحدة وخلص لنش أعطيك إيهم بالأقصاط أعطيك إيهم مرة واحدة خلص هذول الكلمات هم كلمات الوحدة الأولى كاملة تمام؟ هم على فكرة أكثر الوحدة فيها كلمات الوحدة الأولى هسا بعد ما نخلص الكلمات أنا شو أعطيك معطيك التمارين لكتاب سواء نشيرانس بوك ولا نشيرانس بوك ولا أسئلة الوزارة اللي جبوها على هاي الكلمات تمام؟ هسا بعد ما نخلص الكلمات وتمارينهم أنا بنتقل للقطع بروع القطعة بنحللها تحليل أدبي صح وافي وكامل بحيث إنه عن جد أنت بتصل لمرحلة بعد ما تخلص القطعة بعد ما تحضرها بس مرة واحدة فيديو هون تحضرها بس مرة واحدة بتجاوب عن غيب أنا عارب شو أحكي تمام؟ وكذلك رح أعطيك شوية كلمات أمسوي لك إياهم رح أبعط لك إياهم PDF على الجروب إن شاء الله كلمات بتفيدك في أسئلة القطع كلمات مكررة في أسئلة القطع متكون كي ويردز هي للسؤال وبالتالي دع عرفت الكلمة هاي أنا بعرف السؤال شو بدون رح إن شاء الله ونزلك إياهم قريبا بإذن الله بس يعني بعد ما نأخذ قطعة قطعتين بنزلك إياهم إن شاء الله تمام؟ رح نحل كل يعني نحلل القطعة وجيب لك عليها كل الأسئلة طبع الأسئلة جيب لك إياهم كمان نفس نمط أسئلة الوزارة مش مخلي شغلة لا كبيرة ولا صغيرة إلا جيب لك عليها سؤال تمام؟ وبالتالي إنت لما تقرأ القطعة وتحضرها وتحلل الأسئلة أنت خلص فقط لمرحلة عن جد أنت حافظ قطعا غير ومش بس هي كذلك القطع هاي مثلا أي قطعة معينة شو جبوها بالوزارة من قبل جايب لك سؤال الوزارة وحال لك إياهم كمان تمام؟ يعني أعتقد القطع بتصير لعبتك الزيور بي القطع كمان مش مزح لها ستين علامة مش مزح يعني بستاهلوا كمان أنا بسيطر عليهم يعني هذا وضع طبيعي تمام؟ بعد القطع ما نخلص القطع أنا بروح على القواعد ونفس القصة القواعد راح أفهمك وخليك تحفظ يعني بدي أشتغل على شغلتين الفهم والحفظ لا بد أن يكون في حفظ أكيد في قاعدة معينة مثلا في كلمات معينة في تركيب معينة لازم تحفظها أكيد زي أي مادة أخرى زي الفيزياء زي الرياضيات لا بد أنك تحفظ مثلا قاعدة معينة وهنا كذلك لا بد أنك تحفظ لكن أنا راح أعتمد بدرج أولى على قضية الفهم تمام؟ بعد ما نخلص القواعد مثلا جايب لك عليها كل كمريل الكتاب كل أسئلة الويرك بوك كل أسئلة الوزارة كذلك عليها وفيه ويركشيت وفيه كذا بعد ما نخلص كمان روح على الإنشاء بنحلله وبعلمك كيف تكتب إنشاء وإن شاء الله أمورك إن شاء الله إنها ميسرة بعد ما نخلص كل وحدة فيه امتحان بعد ما نخلص الوحدة هاي يعني من هسس تعد امتحان لكن الامتحان ما بيكون بس بالوحدة الأولى رح يكون في الاشتقاق وفي الـ الوحدة الأولى لما نروح على الوحدة الثالثة ونخلصها رح يكون امتحانة على الاشتقاق تنسز ووحدة أولى إضافة للوحدة الثالية لما نخلص الثالثة كذلك تراكم الوحدة الرابعة كمان تراكمي يعني ما بتخلص الفصل الأول إلا أنت مسيطر عليه تماما تمام نقول يا رب ونبدأ وبسم الله الرحمن الرحيم نبلش من البداية من الكيووردز أول شي طلع إشي بس بديك تعرفوا بالنسبة للكيووردز ممكن حدا يقول يعني طب أنا الكيووردز معلش أنا كطالب شو أعمل فيهم الكيووردز بإيش بلزموني عن جد يعني بيجيبوا عليهم أسئلة ولا أركز على القواعد بس وإنسى الكلمات عزيزي بس إشي واحد بديك تعرفوا الكلمات على الأقل الكلمات على الأقل بيجيك عليهم يعني أربع دوائر 16 علامة مش قلال على الأقل هذا الحكي وبالتالي بلزموك بلزمك تحفظ معاني الكلمات اللي بكل وحدة تمام طب أنا كطالب أوكي قررت أنا بدي أشترك عليهم طب يعني يعني شو اللي أعمل بالكلمات أنا عن جد شو اللي أعمل بالكلمات طبعا هذا الحكي اللي بحكيه بنطبق مش بس على الوحدة هاي عكل وحدات رح نخذهم سواء كل وحدات الفصل الأول الأربعة أو وحدات الفصل الثالثاني اللي هم أربع يعني هل حكي اللي بدي حكيه هسه بنطبق عمعاني الكلمات اللي موجودة بالكتاب كامل يعني بالثمن وحدات تمام؟ أول شغلة بدي ياك تعرفها أول شغلة بدي تعملها بمعاني الكلمات أول شغلة بدي تعرف ام للعمود الأول معنا نقسم لك الكلمات العمود الأول هو كي ورد الكلمة نقسم لك هون المينيك إنجليش معناها بالإنجليزي وهون معناها بالعربي إذن عندي صار ثلاث أعمدة صح؟ أول شغلة بدي ياك تعرفها اللي هو العمود الأول هذا هو العمود الأول الكلمات اللي فيها هي الكي ورد أصلاً الكي ورد أنا بدي ياك تسيطر على الإملة تبعها تبع الكلمات هاي لازم تعرفه لأنه قصراً وإجباري لازم يجيب لك سؤال ضع دائرة على الكلمة مكتوبة صحة يعطيك خيارات إلها وأنت تختار اللي مكتوبة صحة وبالتالي إذا كنت متدرب على الإملة أنا مباشرة بجاوب السؤال لان أربا علامات بالجيب خلص أنا لش أضيع أربا علامات مني وبالتالي لازم تتدرب على الإملة تبع كلمات العمود الأول كلمات العمود الأول لازم تتدرب على الإملة تبعهم جب كل أحد أقولي ي accustomedなるほど أنت أتدرب عليهم عزيزي يعني مش قضية صعبة يا بتتدرب عليهم بالنظر يا بتتدرب عليهم كتابة عادي عادي كتابة أنا زمان لما كنت أتدرب على الكلمات كتابة أكتبها كتابة مشكلة يعني مش عيب المهم تتدرب على إملة الكلمات تعالى إملة الكلمات بفيدك بقى شيئ كثير إذا ما كتكتب موضوع إنشة مثلا تستعمل الكلمات هاي تكتبها صح بس يجيك سؤال على الأخطاء الإملائية بتجاوبه صح الكل بتصير جزء منك وبالتالي بتصير تستعملها بحياتك فيما بعد يعني إذا قدر لك إنك يعني مهنتك فيما بعد إنها تكون يعني تتطلب إنك تحكي إنجليزي وبالتالي بجميع الأحوال إنت لازم تتدرب علي إملاء الكلمات هذا الإشي يعني مفروغ منه تمام إذن هي أول شغلة أنا بدي إياها منك إملاء العمود الأول كلمات هاي كلها لازم تعرف الإملة بحهم تمام ثاني شغلة ثاني شغلة بدي إياها شايف المعنى اللي بالعربي لكل كلمة لازم تعرفه لازم تحفظه ممكن واحد هو قاعد يقول لي يا زمي واحد الله شو بتحكي يا أستاذ يعني هو في النهاية راح أقول لي أكتب معاني الكلمات التالية بالعربي طبعا لا طب ليش أحفظهم بالعربي يعني ممكن سؤال يعني يتبادر لدي هناك عزيزي أنا بدي أحفظ كلمات لازم أكون عارف معناهم بالعربي لسبب يعني سبب رئيسي طب أنا بجيب لي سؤال بالوزارة في أسئلة بالوزارة مش سؤال أكثر من سؤال في الوزارة بعطيك جملة محددة جملة معينة وفيها فراغ الخيارات بتكون كلمات مختلفة الخيارات بتكون كلمات مختلفة وبالتالي كونه كلمات مختلفة يعني بقول لك عب الفراغ بالكلمة المناسبة صح؟ الكلمات المختلفة اللي بجيب لك إياهم بالخيارات إجباري لازم يكونوا من الكي وردز طبعا مش بالضرورة بالوحدة هاي اللي بالوحدات الثمانية صح؟ طب الله عليك سألك سؤال أنا كيف ممكن أعب الفراغ بالكلمات وأنا الكلمة أصلا مش عارف معناها؟ يعني تحذير أصلا تحذير عشنا دروسة احنا خلص سكروا هالتليفونات تبعيتكم ولا سكروا لابتوب خلص بل عشنا دروس خلص خلص يعني خليها تحذير أنا كيف بدأ أجاوبها؟ صح؟ مش لازم أكون أعارف معناها؟ ما لازم أكون أعارف معناها بالعربي صح؟ أختيها بالفراغ أختارها هي من غيرها لازم أكون أعارف معناها بالعربي هذا يعني وذلك أضعف الإيمان صح؟ ممكن حدا وهو قاعد يقولي تب استنى شوية أستاذ أنت يعني تحكي أنت بواد وإحنا بواد طب أنا أوكي الكلمات خلص وعد علي وعد أنا بوعدك الكلمات أحفظهم بالعربي بس مشكلتي أنا في الجملة بفهمش معنى الجملة مثلا كيف عبي أي كلبة بالفراغات؟ أعتقد هذا السؤال ممكن بتبادر لديهم كثير منكم عشان أجاوبك الأمور أبسط ما أنت بتتخيل والله تحياة سهلة على فكرة ومش صعبة زي ما أنت بجوز يخطر في بالك لا طلع أول إيشي بدي أجاوبك أول إيشي أنت يعني الآن بلشنا جديد في هاي المادة صح؟ بلشنا في الوحدة أولا دسا هسا صح؟ وبالتالي يعني هل أنت عندك زخم وكم من معاني الكلمات من المفردات زي ما راح يكون معك لما نخلص إحنا الفصل الثاني؟ معي أنت؟ أنت متخيل خلال هالسنة قديش راح يصير عندك أنت صار في عندك زيادة بالمفردات زيادة بالمخزون اللغوي اللي بسموه بالإنجليزي باي دا وي مخزون اللغوي بسموه اللينغوستيك ربيتواة اللينغوستيك ربيتواة تبعك راح يزيد وبالتالي وضع طبيعي أن الجملة هسا اللي بتقرأها ما تعرفش معناها بعد سنة راح تصير بالنسبة إليك إشي بسيط هاي أول نقطة بلوز أنت هذه القصة ما تقدرش تتخيلها لكن لا تخيلها واضحة كيف راح يصير تطمن ورتاح نقطة ثانية نقطة ثانية إشي ثانية كمان ببدأ أهدي بالك أنا وريح نفسيتك نتفق أنا وياك اتفاق أنا وياك ونشوف مين اللي بيخل بالاتفاق أنا ولا إنت أكيد مش أنا طلع انت اضمن لي اضمن لي انه انت حافظ معاني الكلمات الكيوردز بالعربي اضمن لي انك عارفهم بالعربي تمام وأنا بإذن واحد أحد على مدار هاي السنة راح أضمن لك بطريقة ما راح أعلمك بس بعدين مش هالسلامسكين عندك شوية بس مفردات راح أضمن لك ان السؤال تبع املأ الفراغ بالكلمات انك تجاوبه أنا بضمن لك ومسؤول عن كلامي أنا راح كلامنا مسؤول عنه تماما وحاسبني عليه فيما بعد تمام اضمن لي انك تكون عارف معنى الكلمة بالعربي حتى الجملة ملكاش فيها أنا راح أضمن لك اتعب الفراغ ويطلع صح شغلتي هاي أنا هاي شغلتي فبالتالي برك الموضوع إلي تمام وبالتالي والمعنى بالعربي لكلمات العمود الأول تمام ثالث شغلي بدي إياها في أشياء كثير مطلوب من الكيورد في ناس مروا عليها مروا الكرام لا يا عزيزي إيش بهم ثالث شغلي أنا بدي إياها بالكيورد بالجداول هاي تبعت معاني الكلمات اللي موجودة بداية كل وحدة ثالث شغلي بدي المعنى إن إنجليش آه هنا عاد وقف شوي فيش داع تخبطش عراسك ولا إشي إهدى إهدى المعنى اللي بإنجليزي طبعا الإشي اللي أنا بدي إياك تسيطر عليه اللي حاط لكيها بلون غامج يعني مثلا تطلع هاي كلها بلون غامج تطلع هاي بالغامج وهذا in order to find هاي مش بالغامج بالفاتح صح يعني خطر فيها أنا بدي إياها اللي بالغامج حسا هذا اللي بالغامج إذا كان عندك القدرة خلي كلام واضح إذا كان عندك القدرة إنك تحفظه يعني بتكون أنت إنسان رائع لكن أنا بحكي عن واحد زي حالاتي صعب أحفظ بقدرش أحفظ تعرف لبتقدرش تحفظ شو تساوي افهم فهم افهم بكفي لأنه جميع الأحوال طلع ركز معي شوي جميع الأحوال جميع الأحوال السؤال تبع معاني كلمات بالانجليزية كيف بدي يكون طبعا بيكون سؤال بالقطعة بقولك find a word in the text which means the same as بقولك لقي يلي كلمة موجودة بالنص فوق بالقطعة ابحثلي عن كلمة موجودة بالنص اللي فوق اللي معناها كذا بعطيني المعنى كونه أعطاني المعنى طبعا أنا فهم وفهم صح فيش داعي يكون حافظ وبالتالي الكلمة بنتشهنتش خلاص كتبتها كلامي واضح ممكني جيب ليها مش بالقطعة بسؤال ضع دائرة سكية عادي لكن الكلمة اللي معناها كذا كذا هي يعطيني خيارات a b c d طبعا الإشي اللي أعطاني المعنى طبعا أنا فهم وفهم وبالتالي والكلمات اللي تحت أنا عارف معناهم صح وبالتالي خلاص بختار المعنى بختار الكلمة وخلص القصة صح ممكن حدا يقولي طب استنى شوي أستاذ طب افرد جب لي what does the underlined word يعني بالقطعة يكون كلمة تحتيها خط وقولي بالله هاي الكلمة انت أكتب لي شو معناها عزيزي طيب أوكي والمشكلة يعني أنا بكتب معناها حسب ما أنا فهم وخلص القصة فيما لو جب لي سؤال زي هيك وعالأغلب بجب ليش سؤال زي هيك بطلوها يعني نمط هذا السؤال من زمان لكن على افتراض جب لي سؤال لقيلي أو شو معنى الكلمة اللي تحتيها خط طب نفهمها فهم صح وحنا متفقيم لنفهمها صح كوني فهمها بعبر عنها بلغتي وخلص القصة كلامي واضح لكن أنا بميل إنك تفهم المعنى بيكون أفضل لسبب لسبب المعنى اللي هو كتب لي هون هذا مش منزل هذا الإشي اللي مكتوب هون هذا مش قرآن كريم يعني لازم يجيب لي نصا حرفا قطعا لا ممكن هو يتلاعب في الكلمات اللي هون هس هاي كلمة يتلاعب جزء خوفت بعد الطلاب طيب فرضت عزيزي إذا بده يتلاعب يجيب لك كلمات أسهل من اللي موجودة اتطمن ورتاح طيب وبالتالي الكلام المعنى هذا اللي هون العمودة اللي بالنص هذا مش منزل وبالتالي هو مش بالضرورة يجيب لي نصا حرفا بجوز يختصر منه بجوز يزيد عليه بجوز يغير فيه لكن في النهاية المعنى بظله واحد كونه المضمون بظله واحد معناته أنا أنا كطالب مين أسلم لي أحفظها ولا أفهم معناها هو قطعا الإجابة أنه أنا أفهم معناها لكن إذا أنا قدرت أفهم معناها وأحفظها بتكون أنت إنسان يعني سوبر بيرسن بتكون إنسان أنت يعني مش طبيعي إشي رائع كثير بتكون تمام تفقنا على هاي هاي ثالث شغلة معناته أنا صار بدي معاني الكلمات ثلاث شغلات إملى العمود الأول معناهم بالعربي المعنى إن إنجليش لو فهمته بكفيني وزيادة بكفيني وزيادة بصراحة تمام الإشي الرابع اللي بدي إياه بدي أربع أشياء أنا من معاني الكلمات الإشي الرابع إشي اسمه collocation بجوز اللي حضروا معي الإشتقاء كانوا مراكزين قلنا في أشياء اسمها collocation كلمات متلازمة كلمات متلازمة يعني وجود الأولى بتطلب بالضرورة وجود الكلمة الثانية والثانية بتطلب بالضرورة وجود الكلمة الأولى لأن الكلمتين أصلا مع بعض دائما بفرقهم مش عن بعض وجود واحد منهم بده الثانية وجود الثانية بده الأولى الثنتين مع بعض الثانية يعني موجودات معي هون طلع مثلا أول واحد مثلا computer chip كلمة واحدة أعطاني computer بكمله chip أعطاني chip بكمله computer قيس عليها مثلا قيس عليها مثلا طلع identity fraud خلص identity مع fraud fraud مع identity يعني بمعنى لو جب لي جملة فراغ جملة معينة فيها فراغ وأجى بعده كلمة fraud وبالخيارات في identity خلص مهي كلها اسمها identity fraud أو العكس لو جب لي identity وبعضيها فراغ ضمن جملة طبعا وبالخيارات في عندي من ضمن الخيارات عندي كلمة fraud خلص أصلا كل اسمها اسمها identity fraud وبالتالي لما ألاقي identity يعني بدي fraud fraud يعني بدي identity كلامي واضح هذول يسمهم collocations collocations متلازمات طبعا أنا إن شاء الله بنهاية الفصل الأول أعمال لك هيك ملف نهاية للفصل الأول جميع لك كل الجدول واحد تمام لكن مبدئيا بلش أدرس فيهم أول بول عشان في نهاية لما نزلك الجدول كامل من تعرفهم خلص بس بس عملهم مراجعة وخلص القصة تمام ما تقول أنا صار بدي منك أربع أشياء للكيورد صبعا هذا الحكي اللي بحكي رح ينطبق على كل وحدة رح ينخذها تمام بديك تعرف أن أطول وحدة رح تمر علينا بالكتاب كله هي الوحدة الأولى الوحدة الأولى يعني طويلة شوي فيها كثير أشياء وكثير قواعد لكن قواعد كلها مرت عليك زمان رح ينبس نحن نعملها مش مراجعة نعملها دراسة من الصفر مش من الصفر من تحت الصفر تمام يعني أنا ما بدي حدا يقول لي طب أنا والله مستوى بالانجليزي مش قوي طب أنا كيف عزيزي تبع معي ويحضر الفيديوهات أول بأول وبتركيز وبعد ما يعني تحضر كل فيديو اعمله مراجعة هيك وادرسه ويكتب النقاط الأساسية وادرسه كون على يقين مطلق أنه أنت حتى المستوى يعني مش كما يجري يعني متدني بتصير زيك زي المستوى مية بالمية اتأكد تماما ويحتصلوا لنفس المرحلة اللي انتوا يا بس ادرسه منيح تمام نبلش انا بياك بالمعاني الكلمات نشوف طبعا أنا بجنب كل معاني كلمك هاتل لك هاتل لك ناون وناون وإشي adjective وإشي verb طبعا ما بتفيدك يعني ما الكاشا أصلا معناها بدول علي لما دولك computer chip يعني رقاقة الكمبيوتر ما بينينها اسم صح مش فعل أكيد رقاقة الكمبيوتر ما بينينها اسم صح لكنها بتفيدك هاش مش رح أقول لك مالله هاي شو هي ماوها ما بتفيدك لكن أنا كمدرس لازم أكتب الحكي هذا تمام لكن قلت لكي طالب يعني ما بالزمان computer chip رحضي collocation computer مع chip chip مع computer computer chip طبع شو معناها a very small small يعني صغيرة very small صغير جدا piece قطعة إذن a very small piece قطعة صغيرة جدا found موجودة يعني which is found موجودة من find find found found في verb 3 إذن a very small piece found موجودة inside داخل every computer بس إذن هي شريحة صغيرة موجودة جوه كل الكمبيوترات خلاص هي اسمها computer chip you know chip computer chip إذن هي شريحة صغيرة جوه أي كمبيوتر وبالتالي أنا صمتها فيها أنا خلاص بكفي خلاص computer chip إيش صغير جوه الكمبيوترات خلاص وبالتالي إيش لو قال لي مثلا a small thing which you can see in every computer مش نفسها بتطلع يعرفت ليش أنا بقولك افهم فهم بيكون أفضل إذن هي a very small piece found موجودة inside every computer وبالتالي هاي اللي هي the computer chip تمام رغو على الكلمة البعض calculation طبعا calculation رح تمر معنا كثير كلمة calculation من فعل calculate 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 يعني يحسب يحسب يعني work out calculation هي عملية حسابية طبعا شوية عملية حسابية طبعا شو مكتوب أنا بس أقرأ لك اللي بالغانق طبعا طريقة of using طريقة باستخدام طريقة لاستخدام numbers الأرقام أكيد مش عملية حسابية بدأ أرقام معقول أحسب بدون أرقام إذن لابدون نكون في عندي numbers إذن away of using استخدام numbers ومش بس numbers and maths أكيد بد رياضيات جمع وطريح وقسم مش هرياضيات إذن خلاص بكفي إذن calculation اللي هي away of using numbers and maths خلاص بكفي ما بدي أكثر من هي طلعت تكميلة بتلزمنيش أنا عشان نجد an amount كمية ولا price سعر ولا value قيمة ما بتهمني أنا بهمني الإشي اللي بهمني حاط لك يا بالغامق يعني ملون لك يا أنا مرة بالأحمر ومرة بالأزرق تمام أنا هذا اللي بهمني أروع على الكلمة اللي بعدية هتطلع floppy disk floppy disk floppy disk colocation هاي floppy disk floppy disk disk يعني قرص floppy يعني مرن يعني flexible تبعا طلع شو مكتوب flexible بباشرة flexible you know flexible flexible مرن إذن هو flexible disk قرص مرن مبديا يعني أمور سهلة floppy disk يعني قرص مرن فلاكسبل يعني قرص مرن that اللي stores أكيد يخزن store الكل اللي يعرف شوالي store يخزن information يخزن المعلومات أكيد هسا إحنا بجوز أنتو ما ما مرش عليكم الفلابي ديسك هسا بجوز كلنا بنعرف السي دي والدي و الفلاش صح زمان يعني أول ما يعني قبل كذا سنة كان فيه شي اسمه floppy disk اللي هو هيك شكله هيك مربع وجوه هيك دائرة ويكون مغناطيس وأصلا سعة تخزين ومتدني جدا لكن أيامها أول ما اخترعه كان طفرة إشي خرافي لكن هسا انقرض أصلا drive جوه الكمبيوترات ولا كده ما فيه drive أصلا إلو بطل في له مكان تحط انقرض لأنه أصلا لكن هذا إشي اسمه floppy disk اللي هو flexible disk طبعا هو مغناطيسي بايدا هو magnetic مغناطيسي that source إذا الهدف منه أنه يخزي المعلومات that source information تمام طب لاحظ لو فهمتهم فهم لحد الآن أنت بتسيطر خلص ما فيش عندك مشاكل طلع لي بعدها PC اختصارها هاي الاختصار تبحها الاختصار PC هي abbreviation abbreviation يعني اختصار abbreviation اختصار أعلق بس إشي صغير طبعا هولا المفروض ما يحكي لي abbreviation no هاي مش abbreviation هاي acronym هاي ايشي بالانجليز بسموه acronym مفروض بدل كلمة abbreviation يقول لي acronym acronym يعني زي هيك يكون عندي كلمتين personal computer باخذ الحرف الأول بالحرف الأول زي مثلا USA United States of America أخذنا الحرف الأول هاي اسمها acronym تمام ال abbreviation يعني مثلا بدل ما أحكي مثلا mathematics أحكي maths هاي الاختصار يعني أجيب نصها الكلمة وخلص ما أكملش هاي اسمها abbreviation لكن هاي ما اسمها abbreviation PC اسمها acronym إشي بسموه acronym 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 اختصار صح بس اختصار بس اختصار ناخذ أول حرف من كل كلمة هذا الاشي الاسمه acronym وهنا اخذنا الحرف الأول من كل كلمة هاي بسموه abbreviation بسموه acronym المهم إذن هي اختصار هاي اختصار لإشي اسمه personal شخصي computer computer شخصي إذن هي اختصار P لpersonal C computer إذن personal computer يعني PC هذا اختصار لشو طب شو هو PC طلعش PC a computer هو computer that اللي is used يستخدم إذن هو computer بنستخدمه by one person at a time بيستخدمه شخص واحد بس في الوقت الواحد بس أكيد computer تبع disk هذا disk computer بس لما تستعمله يعني لحالك تستعمله بعد ما تخلص مثلا بيجي أخوك بيستعمله صح وبالتالي أكم شخص بيستعمله just one person at a time إذن هو a computer that's used by one person at a time استخدمه شخص واحد بس في الوقت الواحد هذا اسمه PC الكمبيوتر الشخصي شو اللي بعد يه smartphone smartphone معروف شو يعني smartphone وكلكم معكم smartphone صح smartphone يعني الهاتف الذكي يعني معروف وبالتالي هو mobile phone هو في النهاية هو mobile phone أكيد هو mobile phone هو هاتف متنقل الهاتف الذكي أكيد متنقل من مكان لمكان with advanced technology اللي بيحتوي على advanced technology advanced يعني developed technology تكنولوجيا بيحتوي على تكنولوجيا متطورة أكيد زي بفتح لت و بفتح فاس و بصور و بسجل أكيد هاي تكنولوجيا متطورة هذا اسمه smartphone لاحظت كلمة smartphone كلمة واحدة smartphone كلمة واحدة فيش مسافة بين هذا تمام طب world wide web اللي احنا دائما نختصره www هاي هي www نوعين بيجيبوها world wide web web يعني شبكة world wide في جميع أنحاء العالم يعني واصل كل أنحاء العالم يعني internet شيء ترش المكتوب world wide web an information system هو نظام معلومات information system أكيد شوه الانتنات نظام معلومات إذن an information system known as the internet يعرف ب the internet اسمه the internet تمام هاي world wide web شوف اللي بعد اكساس طبعا كلمة اكساس يبدو كون verb يبدو كون noun يعني ممكن نفسها زي مثلا work يا فعل كلمة work يا اسم play يا فعل يا اسم صح وبالتالي كلمة اكساس كمان يا بتكون فعل يا بتكون اسم أنا ما حدي مشكلة في الموضوع أنا بديها فعل to find information إني أجد المعلومات access يحصل to get information to find information يحصل على المعلومات يجد المعلومات وأكيد especially on a computer أكيد على الكمبيوتر عن طريق الانترنت أنا بدي هاي to find information طبعا لما تكون اسم تكون معناها الوصول إلى المعلومات هيك معناها يصل المعلومات يحصل على المعلومات هذه الوصول إلى المعلومات نفس القصة filter كمان نفس القصة noun verb filter كثير من استعمال filter في الدار بفلت المي يعني طرح شو مكتوب a program برنامج that checks you know check أشيك من check by the way نفس الكلمة بس خليناها باللهجة العربية check أشيك إذا بقولك a program that checks برنامج اللي بفحص اللي بيختبر whether فيما إذا certain 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 يعني معين رحضا بحكي لك معاني كلمات عشان تكتبهم عشان فيما بعد تخيل أنت كل هاي الكلمات تكتبها وتعرف معناها أول بأول لو أنا ما كانك بتجيب دفتر خارجي هيك جانبي لما معاني كلمات جديدة بس أسجيلها بحفظها بعد فترة بصير عندك تذكروا linguistic repertoire هائل صار عندك مفردات زخمة وبالتالي يعني صار عندك قدرة على استخدام اللغة أنا هذا اللي بديه عشان تفيدك ليش بس بالتوجيه no فيما بعد بالجامعة وبحياتك فيما بعد hopefully إذا a program that checks whether certain يعني محدد معين content محتوى فيما إذا كان محتوى معين محتوى محدد on a web page on a web page اللي على صفحة الانتنات should be displayed display يعني يعرض هنا في الباسف should be displayed يعني هل يجب عرضه أم لا تمام وبالتالي هو بفلتر الإشي المنيح أوكي الإشي المش منيح بيحذفه لحاله بيعملوا بلوك لحاله تمام هذا اسمه برنامج طبعا هو اللي بفلتر تمام ايدانتيتي فرود تذكروا قلنا هاي ايدانتيتي اصلا ايدانتيتي يعني هوية شخصية فرود نصب واحتيال هيك معناها والشخص اسمه فرود يعني فرود تيجي النصب والنصاب البلي آدم تمام مهم إليجل اكشنز أو شي اكشنز يعني أعمال أفعال إليجل إليجل يعني ما أخودي من كلمة ليجل ليجل يعني قانونية شرعية هون إليجل اكشنز يعني أعمال غير قانونية غير شرعية يعني سرقة إليجل اكشنز حلو يتعرف الكلمة هاي إليجل اكشنز تستخدم هوية فهنا لما قال لي هوية مش الضرور هوية تبعت الأحوال المدنية هاي نو هوية مثلا انت على الفيس في باسورد في الوزر نيم هاي الهوية تبعتك لو واحد عرفهم وراح فتح بفتح الساس انه هو انت فهاي الهوية الشخصية تبعتك عن غيرك تمام وبالتالي هوية يعني معلومات شخصية لشخص آخر تمام هاي اسمها identity fraud يعني انتحال الشخصية التحايل على الشخصية سرقة المعلومات الشخصية هاي اسمها identity fraud private settings جابوها بالوزارة هاي وهاي طلع private settings اصلا privacy احنا كثير نستعملها privacy privacy يعني خصوصية privacy settings نعرفها اعدادات الكلمات نعرفهم دايما نستعملهم اصلا private settings اعدادات الخصوصية هي كبعناها طلع شو يعني اعدادات الخصوصية طلع controls you know controls controls يعني ازرار تحكم كبسات controls controls available available يعني متوفرة متاحة موجودة on social networking sites social networking sites sites مواقع networking التواصل social اجتماعي يعني مواقع التواصل الاجتماعي اذا هاي الكبسات بتكون options من مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان الفيس ولا تويتر ولا اذا هاي بتكون options على الموقع نفسه تمام مالها التي تجعلك بتخليك تسمح لك تقرر مين اللي يشوف المعلومات ومين اللي ما يشوفها بتحجيبها مثلا على الناس معينين تخليها مثلا private تخليها يعني يعني الحكي هذا وبالتالي اسمها privacy settings اذا هاي كبسات بس موجودة وين على الموقع نفسه لكن اذا هاي بتحبيك من مين من الاشخاص انت بتسمح الناس معينين بس تشوفوا لكن الناس آخرين تمنحهم صح؟ لكن اطلع الكلمة هاي security settings security يعني امان settings يعني اعدادات اذا اعدادات الامان رحب هي اعدادات خصية هاي اعدادات الامان الامان اكيد من الفيروسات اكيد لكن هنا الخصوصية من الناس security من الفيروسات بس بها البساطة طلع شو مكتوب control نفس الاشي ازرار تحكم available نفسها كمل طلع الاختلاف انتفاوين on computer programs هاي موجودة على البرنامج نفسه اكيد على البرنامج ان لما بدي انزل مثلا antivirus انا بنزل برنامج اسمه antivirus صح اذا على برنامج نفسه لكن هو موجود على social networking sites على البرنامج نفسه ما لها اختلاف ثالي بين الكلمتين which let you protect حلو كلمة protect تحفظها تحمي اللي بتخليك تحمي your computer الكمبيوتر بتبعك من مين from viruses من الفيروسات اذا هاي بتحميك من الفيروسات وهاي بتحميك من الاشخاص المتطفلين تمام يعني بدي اميز بين الكلمتين طيب blog طبعا blog كمان يا بتكون فعل يا بتكون noun ما عندي مشكلة فعل أنا شو بتفرق معي blog هون بدي ايها أنا بدي ها noun طلع الها معنين اول معنى الها المعنى الأول طبعا لازم تكون عارف اثنين طب أنا بكفي اكون فاهم واحد عزيزي لازم تفهم اثنين الله يربي يستر بيتك افرض فاهم واحد جاب لك الثاني صح لازم تكون فاهم المعنين تمام بشكل منتظم شخصي ويبسايت موقع أو ويب بيج يا اما صفحة يا اما موقع شخصي يتم تحديثه بشكل منتظم ها اول معنى المعنى الثاني online diary diary يعني مذكرات diary مذكرات online عن نت يعني واحد مذكرات ويكتبها عن نت يعني واحد مذكرات واصل بيخبيها عن أخو بيخبيها مثلا مذكرات خاصة هاجي خليها مشاء عن نت هذا اسمه blog يعني online diary مذكرات عن نت اذا صار لها معنين وانا لازم اكون عارف المعنين تمام ايميل exchange برضو collocation ايميل عارفين ايميلات exchange تبادل تبادل ايميلات يعني ابعتلك ايميل وتبعتلي ايميل هاي كل القصة بس تبادل ايميلات صح اقراش مكتوب series series يعني سلسلة عشان هيك سلسلة مسلسلة اسمه series لانه سلسلة حلقات هالنعنى series سلسلة of ايميل سلسلة من الاميلات between ما بين two or more people اكيد معقول يعني بين شخص واحد لحاله انا ابعت لحالي وحال يرد علي انا ابعت لحال اكيد تكون بين شخصين او اكثر من شخصين قد ما كان وهي اسمها email exchange تبادل ايميلات تمام شو اللي بعد سوشال ميديا اعتقد كلنا بنعرفها سوشال ميديا او بسموها social networking sites سوشال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي نو بنعرفها كلنا اليا social interaction حلو كلمة interaction interaction تفاعل سوشال اجتماعي اذا هي تفاعل اجتماعي between people تفاعل اجتماعي ما بين الناس اذا social media يعني social interaction between people لحد الآن امورنا سهلة والصفحة هاي كثير سهلة صح؟ لانه يعني كلها كلمات يعني انتو اصلا مرة عليكم اصلا من خلال استخدامكم للتكنولوجيا والكذا اكيد هالكلمات اصلا بتعرفوها اصلا وبالتالي يعني رح تكون سهلة عليك انك اصلا تسيطر عليها انا هيك التصور tablet computer اكيد نعرف tablet you know tabs tabat نعرفها tablet computer mobile computer بكفي خلاص هو mobile computer خلاص هو computer متحرك هو computer لكنه متنقل اذا mobile computer تراشر مكتوب بس هاي لالعلم هاي لالعلم انا بتهمنيش هاي with a touch screen الشاشة على touch processor computer كون فيه معالج معلومات ومعالج صور and battery بكون فيه بطارية you know all in one unit كلها بوحدة واحدة كلها لحال وبالتالي هو mobile computer في النهاية طبعا white bird طبعا white bird بس عشان اعطيك معلومة صغيرة كلمة white bird اللو بتترجمها حرفيا لوحة الابيض جزء ترباني هذا اللوح مهو ابيض هاي وطلعه هون ابيض هاي الخلفية لكن هاي وابيض صح هسا لما احكي white bird طبعا البريطان البريطان لما يعني اول ما طلعوا هاي الكلمة اللوح الابيض اللوح الابيض اللوها تبعة touch زي اللي انا اشغال عليه هذا زي اللي اشغال علينا هذا اسمه كونه لولو ابيض تسمو white bird بس بجوزة هسا بتشوف انها في white bird بس بكون لولو اسود صح هسا اول ما اخترعوها البريطان سموها white bird الامريكان اذكى شوي اذكى كونه يعني هذا ذكي وبالتالي سموه smart bird وبالتالي الwhite bird هو نفسه smart bird لكن white bird التسمية البريطانية smart bird التسمية الامريكية واح مناهجنا اصلا بريطانية وبالتالي نستعمل الكلمات البريطانية زي مثلا مثلا بس اعطيك شغلة اول ما اخترعوا اللوح الطباشير هذا اللوح الطباشير تذكروا اللوح الطباشير هذا كان اسمه black bird اسمه black bird لونه اسود طب فيما بعد فيما بعد صار لونه صار لونه اخضر طب شو نسمي black bird وهو لونه اخضر يعني صار فيه هيك misunderstanding عشان هيك الامريكان لما سموه ما سموه black bird ولا green bird سموه chalk bird وفعلا كلمة chalk bird كلمة اذكى هو لوح الطباشير بغض نظر عن لونه وهذا منطق حسا هون البريطانية بيسموه white bird لان اول ما اخترعوا كان لونه ابيض لكن هسا تغير صار الوان مختلفة لكن الامريكان نفسهم بيسموه smart bird اذا الwhite bird هو نفسه smart bird با دو وي اللي هو هذا اللي انا شغال عليه هسا تمام اذا الwhite bird اللي هو touch screen هو فعليا هاي الشاشة هاي كمبيوتر با دو وي هي touch screen وعلى touch touch screen computer program هو برنامج كم يؤكيد على touch هذا هو اللي اسمو الwhite bird تمام ict ict يعني information and communication technology معناته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ict يعني اختصار لأيش طبعا ممكن يقول لك ict دي انا يمكن اه ويمكن لا ويا رب احنا داما يا رب اكيد لكن اعقل وتوكل اكون انا عامل علي صح وارو على الامتحان وقول يا رب صح بس انا عامل علي تمام انا هذا اللي بدي اياه نكمل post طبعا noun و verb نفس القصة post يعني send post مش هح نحكي والله عملت نزلت post والله حسا post هو المنشور هذا طب الفعل تبحها post ينشر يعني يرسلوا للنت مش هيك معناها اذا post يعني to put a message تبعت message on the internet تعنت تصير منشور في النهاية لكن الفعل هو ينشر طبعا واحد قال لي to send a message طبعا نفسها ولازم تكون put يعني لو قال لي send a message تمام طبعا rely on طبعا أنا بدي اياك تعرف انه rely مع حرف الجر on rely on rely on بس مش بالضرورة ال on يجي بعد rely ممكن يجي بعدهم اشي ظرف تحديدا مثلا بقول لك you shouldn't rely مثلا totally on your parents هاي rely on المهم الفعل rely لازم حرف الجر اللي قبل الاسم المجرور يكون on rely on مش at rely on يعتمد على اللي نفس معناها اللي هو depend on ما حضرها معناين معناة rely on هي اول معنى ما حسن نقرأها المعنى الثاني هو depend on rely on نفس معنى depend on rely on depend on نفس المعنى والثنتين بدهم حرف الجر on المعنى الآخر اللي هو to have لما انا اعتمد على شخص معناته انا عندي trust ثقة or confidence برضو ثقة اذا to have trust ثقة or confidence ثقة in يا اما something اشي معين يا اما someone يا اما حدا انا ما اقول مثلا انا اثق بسيارات مثلا الجيب انا اثق فيها وبالتالي انا عندي ثقة مطلقة بهاي السراءات بتفشلنيش اذا طلعت مشوار بعيد صح انا اثق ب ابو حمزة المصور تبعنا وبالتالي انا اثق في معاته اكيد مش رايح يفشلني بيوم من الايام وبالتالي انا ثقة في مطلقة مثلا انا بحكي تمام وبالتالي rely on معناها يا اما to have trust or confidence in something or someone او معناها depend on اكمل sat nav system sat nav system sat nav system اللي هو بس عشان قبل ما نقرأها احكي لك شو هي sat nav system هو النظام اللي بيحدد لك اماكن الاشياء النظام طبعا هو النظام بيكون ما بين الاقبار الصناعية وما بين الكمبيوترات اللي موجودة تحت وبالتالي هو النظام بيحدد اماكن الاشياء اللي التطبيق تبعه تطبيقه اللي نحن نستعمله هو الـ جي بي اس اذا الجي بي اس تطبيق لنظام اللي اسمه sat nav system طبعا sat nav system هي اختصار sat يعني satellite اقمار صناعية nav يعني navigation nav اختصار navigation ملاحة system نظام نظام الملاحة عن طريق الاقمار الصناعية هذا اختصار لايش معناه ايش sat nav system sat nav system يعني a system نظام of computers and satellites اكيد هو بتقول الكمبيوترات مشبوكة مع الستر ممكنوا بيقول طب التلفون ما هو التلفون يا عزيزي ما هو ما هو كمبيوتر في النهاية صح اذا a system of computers and satellites that tells you بيخبرك بيحكي لك where something is اماكن الاشياء وبالتالي هذا التطبيق تابعه الابليكيشن تابعه الوال gps او الوكيشن صح طعا user من الفعل use يستخدم user الشخص اللي بيستخدم user someone who uses يستخدم product منتج or service او خدمة شخص معناته بيستخدم منتج معين او بيستخدم خدمة معين هذا يسمى المستقدم لهذه الشغلة تمام user طلع لليا بعدها web building program web building program web building program نقرر شو مكتوب a software مهي software يعني program مش برنامج مش software يعني برنامج صح مش في عندي software و الهاردوير اذا software يعني الهاردوير القطع الصوفتوير البرامج البرامجيات اذا web building program هو software يعني program كمل that helps you بساعدك to create create يعني تنشئ create يعني build تبني تنشئ تؤسس توجد تعمل شو a website website يعني web لاحظ فسر الماء بالماء خلاص اذا web building program يعني هو software that helps you to create ينشئ a website نشوف اللي بعديها طلع web hosting برضو colocation طلع web hosting تعال شو مكتوب the business هو business اكيد web hosting هو business و business بيكسب للعلم بس the business of housing you know housing استضافة من house housing استضافة serving خدمة and maintaining صيانة files الملفات طبعا هاي شركات ضخمة وبتجني يعني ارباح هائلة من ورا هذا الشغل صراحة اذن هو business of housing serving and maintaining files program طلع لي بالله كلمة program طلع program طلع مكتوبة بطريقتين شايف هاي program طلع double m e معناها برنامج تبكز بسمائي شوية عشان 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 الفرق بناتهم و program m واحدة برضو معناها برنامج تمام هسا الفرق بناتهم شايف هاي program double m e هاي British English وال program ام وحدة هاي American English هاي بريطاني وهاي امريكية تمام بكتبوا بيقولتب انا شو دخلني في الامريكو بريطاني وبريطاني امريكي طلع القصة شوف فهمك البريطان اللي بكتبوها double m e البريطان دايما اي برنامج اي برنامج اي كلمة عمز بمستعملوا كلمة برنامج بمستعملوا كلمة program double m e مثلا برنامج اذاعي برنامج على الاذاعة برنامج على التلفزيون برنامج حفل برنامج دراسة لما بستعملوا كلمة برنامج بستعملوها كتابة هاي program double m e الا البريطان الا لما يحكوا عن برنامج computer البريطان اللي بستعملوا double m e لما يحكوا عن برنامج computer بيكتبوها زي الامريكان m وحدة الامريكان دايما بيكتبوها m وحدة شو ما كان معناها هي m وحدة وبيعترفوا بفضل الامريكان في مجال الكمبيوترات والبرامج وبتالي لما بستعملوا لبريطان كلمة program بمعنى برنامج بمعنى برنامج بقصد برنامج computer بالحال هاي بيكتبوها زي ما بيكتبوها الامريكان وضحط الصورة طيب شو مكتوب البرنامج هو a set set هون يعني مجموعة a set مجموعة a group of instructions مجموعة من التعليمات instructions تعليمات enabling التي تمكن which enable يعني enabling والتي تمكن a computer to function function هون يؤدي عمل يعني to work هسا اجيب برنامج انت ومتنزلش عليه الوفيس ولا شي بيشتغل بيدو برامج عشان يشتغل صح؟ اذا هي مجموعة من البرامج التي تمكن الكمبيوتر ان يشتغل اي كمبيوتر بدون برامج يشتغل لا اذا هي التي تخلي الكمبيوتر ان يشتغل لاحظوا طبعا هين نهاية الكلمات لاحظوا ان الكلمات سهلة بمعنى انتوا تحديدا تستعملوها انتوا جي للتكنولوجيا وبالتالي اكيد تستعملوها انتوا في حياتكم اليومية وبالتالي قضية انك تحفظ معنى الكلمات ما اعتقد ان لديك مشكلة فيها ما اعتقد على الاطلاق اللهم بجوز كلمتين ثلاثة بالكثير اربعة يعني بجوز انها اه بدها بدها شوية شوية لكن غير هيك نو الكلمات كلها انت اصلا مرر عليك هسا انا اللي بدي منك الكلمات هاي لو سمحت يعني اذا بتسمح يعني بدي احفظهم لابد اياك انك تأجل معاني الكلمات اياك طبعا انا بفتر لكل عارف معانهم لكن انا بحكي الناس بحكي الناس اللي زي طب الكلمات اللي ظلوا بجوز عشرين كلمة يعني كل يوم احفظت لك ثلاث كلمات ثلاث كلمات ثلاث كلمات انت خلصت وبعد ما تخلص انت روح على الحصة اللي بعدها وانت حافظ معاني الكلمات لكن نصيحتي لك ما تروح على الحصة الجاي الحصة اللي بعد هاي ما تروح عليها الا انه يعني اليوم مباشرة هسة انت بعد ما تكون خلصت الحصة هاي بلش احفظهم عشان ان شاء الله لما تروح على الحصة اللي بعدها تكونوا مسيطر عليهم تماما ما شو الحال اكتفي بهذا القدر لهذا اليوم اراكم على خير خلا